في التسبحة بنقول سلومة شهدت ان العذرة ولدت من هي سلومة؟ سلومة دي القابلة القابلة اللي بتولد ولما العذرة كانت حامل فجابوها ولما جات تمدي ايدها على العذرة ايدها تشلت زي اي واحد عايزة تولد فايدها تشلت فحضرت الحكاية لما جم يهربوا المصر جات معهم في مصر واندفنت في الدر المحرع هناك ماتت هناك واندفنت في الدر المحرع والكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس لكن موجود فين؟ موجود في التقليد هل الاسرار المقدسة كانت ايام الرسل 11 سر؟ ولماذا بقيت 7 الان؟ ولماذا لم تسير؟ على ما تم الاستلام من الرسل يا صاحب السؤال في فرق بين اسرار الكنيسة واسرار الكتاب المقدس اسرار الكتاب المقدس 12 مش 11 زي مثلا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد زي هوزى سر أقول لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير السر اللي بيرهنه أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل فلما تشوف في العهد الجديد أسرار الكتاب المقدس تلاقيها 12 سر لكن الأسرار الكنسية هي سبعة اللي هي سر المعمودية وسر الميرون وسر التوبة والاعتراف وسر التناول وسر مسحة المرضى وسر الزيجة وسر الكهنوت أتذكر أن أبونا سامعان الشيخ كهن كنيسة مارجرجس هيليوبلس ربنا يناح نفسه كان يقول لنا في إحدى عزاته أن من أدخل صوم ينان إلى أصوام الكنيسة الأنبى إبراقام ابن زرعة السورياني ياريت ما احتجت عليك أيوة صح لما جدت اتحد الكنيسة الأرتدوكسية مع الكنيسة السوريانية فكان الكنيسة السوريانية فيها صوم ينان فاتحدوا وخدوا الأصوام كلها فالصوم اللي كان مش موجود عندنا وموجود عندهم ضفناه لينا اللي هو صوم إيه؟ صوم ينان وضفنا صوم ينان ومشي في الكنيسة بتاعتنا رغم أن الكنيسة السوريانية أبطل تصوم ينان وما بتصوموش لكن إحنا لما بناخد حاجة الصوم حلو